أطلق مساء أمس مجموعة من الفنانين الشاديين والممثلين والصحفيين انطلاقا رسميا لعرض فيلم تحت عنوان البطاقة الحمراء للرشوة واختلاس المال العام للدولة آدم محمد شرف الدين والتفاصيل البطاقة الحمراء للرشوة واختلاس مال العامة كان ذلك عنوان الموضوع التي أطلقته مجموعة من الفنانين والممثلين والصحفيين لأرض هذا الفيلم الذي يعالج قدايا المجتمع المهمة التي تتمثل في الرشوة واختلاس مال العامة إضافة إلى الفساد الإداري الذي أصبها عادة الإدارة العامة منها والخاصة في تعاطي الرشوة وأن هذه الزاهرة يجب محاربتها واجتنابها من كل أطراف التاقم الإداري والجمعيات المجتمع المدني لتفادي هذه الحالة الأمين العام للمجنوعة أحمد آدم فقد لفت انتباه الحاضرين على مدى خطورة هذه الزاهرة التي تتطلب جهودا واسعا للوصول إلى الأحذاف النبيلة التي توحي إلى وحدة الشعوب وتنمية المجتمع الحاضري وتقدم البلاد بدوره المنسق العام للمجموعة والآخر قال بأن هذه الحملة تعتبر كانتلاقة رسمية لأرض هذا الفيلم ومن ثم تشمل التوعية شتى دوائر العاصمة وأقاليم البلاد المختلفة كما أضاف بأن عملية أرض الفيلم تسهم في توعية المجتمع رغم عدم مساندته بعد مسؤولية الدولة فقد نجمع حقوقنا للمجتمع حقوقنا وحدنا وتخبرنا والمجتمع حدثنا وقد قلنا على المجتمع وقدمنا كل شيء وبالأسف اليوم وحدنا في سالين مجتمع وبمشي لك كيف وقت لها كما بيقول أنا ندعينينا دائرين نهرب الرشوة وعكدين ما للدولة ووقت التسوء الخجم إذا نهدون بيقربكم مع فيه أم كيف الشهيدة بيكون هذا فإن المناسبة شهدت تقديم قصائد وعشعار طوحي وتجسد عن مدى خطورة الرشوة وأحميتها في تعوية المجتمع والنحوض إلى الأمام